شهدت مساء أمس صالة الاجتماعات بوزارة الخارجية مناسبة تنصيب أعضاء المكتب الفرعي لحزب PNDT بالدائرة الرابعة وسط حضور كبير من مناضلي ومناضلات الحزب تقرير محمد عثمان بشير إن هذا الحدث السياسي الذي اجتمع فيه عدد لبأس به من مناضلي حزب إيرند تيليرفي الغرض منه هو تنصيب أعضاء المكتب الفرعي لتنصيقية فدرالية الدائرة الرابعة لحزب التجمع الوطني للديمقراطيين الشديين الذي يعرف بإيرند تيليرفي حيث يتكون عدد أعضاء هذا المكتب الجديد الذي يترأسهم الحاج أنبدو من 21 عضوا ويتضمن هذا المكتب التنفيذي مكاتب أخرى فرعية للمرأة والشباب وقد قام بتنصيب أعضاء هذا المكتب الفرعي الأمين الوطني المكلف بالمكاتب الفرعية بالحزب بايغولميم سيباستين حيث أكد خلال كلمته بهذه المناسبة على أن حزبه يحتاج إلى مثل هؤلاء الكوادر بالدائرة الرابعة لخوض غمار الانتخابات المحلية والنيابية المقبلتين الأمين التنفيذي لحزب إيرند تيليرفي بورداني واغين قدم بدوره رسالة الحزب وأكد بأن هذا الحدث الذي عيشناه اليوم هو بمثابة بداية العمل والتحدي لهذا المكتب الجديد هذا ويعمل الحزب في تحقيق نتائج إيجابية لكي يكون السندا قويا لمختلف مناضله بكافة الأراضي الوطنية إذن الحزب هو إيرند تيليرفي إذن ليس إن دي تيلبي